من يتسلم مهمة وكيل الاحتلال الايراني وائهما اقرب واجدر بالمنصب المسمى حكومة بغداد على هذا يدور الصراع ويشتد بين جبهة كتل الميليشيات التي خسرت الانتخابات امام صعود تيار مقتدى الصدر وتغلبه على منافسه في التفاصيل الصغيرة شركائه في المسار العام للعملية السياسية وبين هذين التحالفين الصدر ومن معه وتحالف الميليشيات يقف اتلاف المالكي في صف ما يسمى قوى الاطار التنسيقي فتصريحات اعضاء اتلافه المتصاعدة تشيب انه سيكون له دور في ضبط ايقاع الكتل والاحزاب وجمعها تحت مظلة واحدة تدخل الجميع في اروقة الحكم وتحفظ لهم امتيازاتهم وتجنبهم سيناريو الانهيار ذلك السيناريو الذي ظهرت مؤشراته عبر الحراك التابع للميليشيات وتهديدهم باللجوء الى العنف ورفضهم نتائج الانتخابات وفطح عمليات التزوير فيها وفي المقابل لا يبدو ان الصدر سيخفف من لهجة التمسك بخيار الكتلة الاكبر الذي يرسمه عبر سياسة ناعمة مع اتلاف المالك كما تشير تصريحات الساسة هذه ليست المرة الاولى التي يحصل فيها تجاذب بين الكتل فبعد كل انتخابات يتأخر تشكيل الحكومة وتختلف الاحزاب على المناصب السيادية حتى اذا عجزت الكتل عن الوصول الى حل توافقي يتدخل الطرف الايراني وينهي المسالة ما يعقد المهمة هذه المرة هو الظرف الاقليمي الذي اثر على ايران بدرجة الاولى كما ان التفاقم خلافاتها مع امريكا يؤثر على مزاج العملية السياسية في العراق التي تسير وفقا لتوازن المصالح بين واشنطن وطهران ويرى مراقبون ان شركاء العملية السياسية يقفون على خطوط نيران ستندلع اذا لم تجد ما يبردها من رعاة المنظومة الحاكمة في الخارج